أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنينزيا أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام المقاومة للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عن أمله في أن يكون اتفاق الهدنة قطوة مهمة لوقف التصعيد إن ذبح الأطفال وتشويه الأطفال على يد الجيش الإسرائيلي في عملياته والهجمات على المدارس والمستشفيات وقتل المدنية الأبرياء مظهر شغان شديد ومخيمات اللاجئين ومرافق المتحدة والجوامع كلها تستهدف هذا انتهى صارخ القانون الإنساني الدولة قد استمعنا إلى مزاعم حول وجود حماس ومستودعاتها في هذه المرافق ولكنها لم نرى الأدلة حتى الآن ترجمة نانسي قنقر